مجز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن التحالف وفاة مواطن سعودي وآخر يمني جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على إحدى الورش الصناعية في صامتة بجازان سعودية قال التحالف في بيان إنه يحضر لعملية عسكرية واسعة النطاق وسيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين في أراضي المملكة أضف أنه سيطلق عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران مشيرا إلى تدمير كهفين جبالية لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة بمحافظة صعدة وأربعة مخازن الصواريخ الباليستية والمسيرات بمحافظة المحويت أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين ضابطا إيرلندي متقاعد كرابع رئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة نشرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني قرارا يقضي بتعيين اللواء الإيرلندي المتقاعد مايكل بيري رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة جاء تعيين اللواء الإيرلندي خلفا للفريق الهندي أبهجيت جوها وهو رابع جنرال تعيينه الأمم المتحدة لقيادة بعثتها الخاصة بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة التي تشكلت بموجب اتفاق السوكولم الممرمي بين الحوثيين والحكومة نهاية 2018 أعلنت القوات المشتركة المدعومة إماراتيا في الساحل الغربي سيطرتها على جبل منارة وسلاسة جبلية في مديرية مقبنة غربي تعز قال المركز الإعلامي لألوية العمال قن القوات المشتركة شنت هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي وخضت معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيا أكد المركز السيطرة على السلاسل جبلية في وادي الأثاب باتجاه منطقة الأشوع وجبل منارة في مقبنة مضيفة أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح تصدت قوات الجيش لهجوم واسعا شنت ميليشيا الحوثي على مواقع متفرقة جنوب مأرب قالت مصادر عسكريا أن الميليشيا شنت هجوما عنيفا بأنساق قتالية عدة تحت غطاء مدفعي مكثف بغية التقدم وسيطرة على مواقع جديدة في جبل البلق الشرقي ومحيطه إلا أن قوات الجيش تصدت للهجوم الذي أسفر عن قتلى وجرحه في صفوف الميليشيا وبحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف استادفت مواقع وآليات قتالية ودمرت تحصيزات للميليشيا على خطوط المواجهات أصدر رئيس الوزراء معين عبد الملك قرارا بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية وقضت المادة الثانية بشراء شركة النفط المشتقات لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقا للآلية المقررة مشيرا إلى أن جميع المشتقات تابعة لشركة النفط فور اكتمال تفريغها في الخزانات بالموانئ المختلفة ولا يحق تصرف بها أو توزيعها إلا من خلالها كما قضى القرار بتكليف شركة النفط بالتنسيق مع البنك المركزي وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق انتهى الموجز في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى